وطبعا لازم تكون مميز في حاجة اللي هي السلالة كويسة ويكون مميز بلاهاتباز زغليل بسعر الزغليل يعني يكون جودة وسعر وأمانة الأمانة أهم شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إزايكم مهشون عاملين إيه يا رب تكونوا بخير معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات سغيرة وتربية الحمام فيديو النهاردة بعنوان سبع شروط لازم تتوفر عندك لو انت عايز تعمل مزرعة حمام لاحم أو يعني لو عايز تبدأ بكمية حمام كبيرة لو شرط واحد عندك من السبع شروط دول مش متوافر المشروع واحتمال كبير يفشل منك وأنا مش عايزك تفشل لقدر الله لازم تبدأ صح عشان المشروع بتاعك ينجح بإذن الله الشرط الأول اللي هو لازم يتوفر عندك قبل ما تبدأ في مشروع الحمام اللحم إن يكون جنبك طبيب بيطاري يكون جنبك طبيب بيطاري فاهم في الحمام مش فاهم في الفراخ بس لأن كل الأطباء البيطاريين شطرين في الفراخ لكن في الحمام قليل جدا اللي بيعرف في الحمام لدرجة إن أنا مرة روحت الدكتور بقول له في زغليل زغيرة ما بتاكلش الوحيدة الأهالي ما بتأكلهمش وحاليتهم كذا 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 فبيعطيني علاج على أساس إن الزغليل بتاكل لوحدها ديها زي الكاتاكيت اللي هي ما بتفقس بتاكل لوحدها يعني فمت عندوش فكرة إن الزغليل لازم إهاليها تأكلها لغاية هو أمري مثلا من خمسة وعشرين يوم ما عندوش الفكرة دي فلازم تروح للطبيب بيطاري فاهم ده شرط أساسي ويكون متوفر عنده أدوية بيطارية المستوردة وبأكد على طبيب بيطاري فاهم لأن كلهم زي ما قلتلك مش كلهم فاهمين في الحمام أنا بدأت بأول شرط لأن بالنسبالي اللي هي توفر الطبيب اللي فاهم والأدوية البيطارية أنا شايف إن دي أول شيء لازم تفكر فيه لأن هيصفك كتير من الأمراض الغريبة والجديدة يمكن على الناس اللي هي الناس القديمة كمان الناس الخبرة ممكن بيظهر حاجات كل سنة مكيدش موجودة قبل كده اتنين أن يتوفر المكان الواسع لازم يكون عندك مكان واسع اللي هتبدأ فيه التربية يعني ما تبدأش مثلا بمية جوز والمكان عندك على قد المية جوز لازم يكون المكان عندك لو هتبدأ بمية جوز لازم يكون عندك المكان يتسع لخمسمية جوز أيوة زي ما سمعت حضرتك كده ليه بقى هقولك ليه يكون عندك المكان واسع آمن حسابي قدام لأن انت هتنتج والعدد هيزيد فيطلع عندك زغليل الزغليل هتكبر ممكن تفكر تجهزها شبابات هقولك برضو كمان ويكون عندك المكان مجهز بسلكات لو هترب في سلكات زي كده طبعا تجيب سلكات مش من أي حد تجيب سلكات برضو سلك تقيل عشان انها تتحمل معاك تشتغل سنين كتير أو لو ما انتش عايز ترب في سلكات يكون عندك مكان كبير تقسمه لعدة غرف قد التقسيمات تقسمه على غرف مقسمة ما شاء الله بسلك مش لازم مبنية يعني هتحتاج مكان طبعا تفرغ فيه الحمام الاهالي تفرغ فيه وفيها مكان كمان تشبب فيه زغليل وممكن تبيع شباب أو تزول عندك الاعداد بعد كده ده مكان تاني ومكان تعزل فيه المريض ومكان هتحط فيه الحمام اللي انت هتجهزه للبيع برضو وكل ما كانت عدد الغرف عندك اكتر في المكان كل ما هتكون مرتاح اكتر حتى لو انت في الصيف حبيت تعزل الدكورة عينيتي توقف الانتاج هيكون عندك غرف تكفي ان انت تحط الدكورة في غرفة والنتي في غرفة تانية الشرط التالت ان يكون لديك خبرة كافية ايبقى عندك خبرة كافية في التعامل مع المشاكل وفرز البير والزغلول الكبير والزغلول الزغير واعطاء الادوية والتأكيل اليدوي اذا احتجت له واذا ما كنتش عندك الخبرة دي في الحاجات دي فما تبدأش بعدد كبير ابدأ بعدد صغير اتعلم فيه الاول واذا كان عندك الخبرة توكل على الله هو ابدأ بالعدد الكبير بعد ما تشوف بقية شروط الشرط الرابع انك تشتري السلالات من مصادر موسوك منها ويفضل تنوع المصادر يعني ما تشتريش من نفس الشخص تشتريه من اكتر من مصدر حتى انك تبعد بين الدم يعني ما يحصلش زفارة ريش اللي هي بنتكلم عنها او انت عارف طبعا الناس عارفها جواز الاقارب حتى في الحمام ممكن يعمل مشاكل عيوب خلقية او مشاكل اللي هزا فرط الريش اللي قلنا عليها او الريشة الملونة اللي بتظهر برضو لما تبعد بين الحمام يكون افضل يعني تشتري من مصطفى زي ما قلت قبل كده دكر ومن محمد دكر تجوزهم لبعض وهكذا يعني الشرط الخامس انك تدرس المنطقة اللي انت هتربي فيها المنطقة اللي انت هتقيم فيها المزرعة ادرسها كويس اللي هتنشئ فيها المزرعة يجب ان يتوفر فيها ايه ماء صالح للشرب اهم شيء اتأكد ان فيها ماء صالح للشرب متوفر في المكان متوصل بمصورة مية في جوة المكان جوة المزرعة ان انت طبعا كمية كبيرة تحتاج معها كتير للغسيل وللشرب ويتوفر في المنطقة دي كمان مكان اللي هتشتري منه الاعلاف ويا سلام يفضل كمان يفضل ان انت تقيم المزرعة في وسط الاراضي الزراعية اللي هي منطقة يكون فيها اراضي الزراعية اللي هي بتزرع الاعلاف او الحبوب اللي انت هتشتريها منهم من الفلاحين بسعر ارخص بكتير 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 من ان انت هتشتريها من التجار هتشتريها جملة بالسنة في وقت المسم بتاع الحصاد هتوفر كتير فميزة كويسة قوي ان انت تقيم المزرعة في المنطقة الزراعية اللي بتزرع المحاصيل ديت تكون وفرت كتير جدا لانك لو هتشتري الاعلاف من مكان بعيد طبعا هتتكلف عليك نقل غير تمنها اللي هيكون غالي اصلا لما تشتريها من التجار فطبعا هتتكلف عليك زيادة كده زيادة في السعر وزيادة في النقل فيصبح المشروع بتاعك انت بدون جدوى مش هتستفاد حاجة فلازم تتفكر وقتها انك تشتري من الارض مباشرة من الاراضي الزراعية يكون اوفر لك كتير جدا 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 الشرط الثالث وهو تسويق الحمام طبعا ان شاء الله يعني ان انت هتطلع انتاج وهتسوق الحمام اذا كنت هتبعها زغاليل طبعا المزرعة كبيرة فهتطلع زغاليل كتير بإذن الله فلازم لو انت هتبعها زغاليل هتبعها المطاعم انك تتفق مع موردين للفنادق او المطاعم المطاعم الفاخرة طبعا هي اللي هتاخد الحمام اللحم منك لانت محتاجت بيه بسعر كويس لو بقت المحلات الفنادق هتبعها بسعر قليل فانت الافضل انك هتتفق مع الفنادق الفاخرة او المطاعم الفاخرة اللي هي تاخد منك الانتاج سواء مدبوح او تاخده منك صحي قبل ما تبدأ المشروع بإذن الله وتعرف منهم العمر المناسب لازم يكون عندك خبرة انك تعرف منهم العمر المناسب للدبح لان بالنسبة للمطاعم والفنادق اعتقد ان هما بيحتاجهم من عمر صغير بحيث ان هو يكون مليء بالدهون واللحم لان طبعا الزغلول لما بكبر بعد كده بينشف ويخس فانت محتاج انك انت تطلع زغلول حجمه كبير وعمره صغير فمحتاج ان انت تعرف ايه الحمام يكون ايه كلفة كويسة ايه علاف تضيفها ايه واضافات مكملات غزائية تحطها ايه عشان تطلع زغلول اللي هو يطلع في عمره صغير ويكون بحجم كبير يتقبل في المطاعم او في الفنادق اللي هي تاخد منك الحمام ده لان طبعا الزغلول دي هتتشوي على الفحم فهم عايزين فيها دهون عالية ان هي ما تنشافش وهو بيشويها يعني ان شاء الله كده بإذن الله الشرط السابع والاخير ان شاء الله اذا كنت هتبيع سلالات في السوق يعني اكدها حمام شغال في السوق او حتى زغليل او شباب فكده انت هتتعامل مع الناس انت هتتعامل مع كل الناس هيجيلك من كل الفئات الشعب فلازم هيعرفوك ازاي لازم تعمل لك صفحة او جرب على الفيسبوك او اي صفحة حتى لو هتعمل قناة على اليوتيوب تعرف الناس بيك حتى لو هتعمل لها اعلان ممول لازم تعمل لها دعاية كافية وتروج لمنتجك قبل ما يظهر الانتاج عشان ما تجيش تبيع تلاقيك ان انت ما انتش عرف تبيع اصلا ويكون محدش عارفك وطبعا لازم تكون مميز في حاجة اللي هي السلالة كويسة ويكون مميز بلاهاتباز الزغليل بسعر الزغليل يعني يكون جودة وسعر وامانة الامانة اهم شيء بس كده اكون خلصت موضعف دي النهاردة لو واجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش اشتركوا على زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته